تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة مني أنا محمد عواد عبر قناة سيفي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها اللي بتابعوني من زماني بيعرفوا إني ما بصور حلقات بعد نهائي دور الأبطال تقنيبا عمري ما عملتها ولكن اليوم حنيحكي عن موضوع بتعلق بالنهائي والموضوع شوي استراتيجي بتعلق بتشلسي قبل ما ندخل بالتفاصيل بدأذكركم كالعادة أثناء مشاهدتكم الفيديو لو عجبكم بتتركوا لايك ولو ما عجبكم كمان بتتركوا لايك لأنكم صحابي لما تشلسي جاب دور الأبطال أوروبا في عام 2012 شو صار بعد ذلك؟ اتغيرت طريق التفكير رومان أبراموفيتش من حيث بيزنس كرت القدم من حيث صناعة كرت القدم خرجت وبدأت فكرة جمع المواهب على سبيل الإعارة حول العالم فأصبح عنده ما يعرف بجيش لاعبي تشلسي المعارين اللي زاد لفترة عن 70 لاعب واللي أجبر فيفا يغير شئ من قوانين الإعارات وامتلاك اللاعبين حول العالم واحتكارهم بسبب تشلسي وبدرجة أقل كان اليوبي في إيطاليا لقب دور الأبطال الأول غير عقلية أبراموفيتش من حيث البزنس من حيث الصناعة ما عدفتاعي لسوبر ستارز دايما أنا جبت دور الأبطال جبت الدوري أنا فعلا وضعت تشلسي في ضمن النخبة الأوروبية إلى الأبد لكن في شيء آخر الآن جاء تخيل بعد لمبر كان في مبالغ مصروفة بالصيف تقارب ربع مليار يورو تقريبا رايحة على الفاضي لكن موصول تخيل هل مبالغ كلها رجعا ربما أسوأها بنظر الناس فيرنر اللي ما بيسجل لكنه ما زال بيقوم بأدوار تكتيكية كثير ممتازة مع تخيل حتى بلحظة يوم أمس كان له دورين أو ثلاثة واحد منهم من تمركزه قدر يفتح المساحة لزميله عشان يسجل هدف أكثر من مرة فيرنر ما سجل أكثر من مرة ضيقع فرص لكن عم بتحسن في حين هاورتس أصبح واحد أساسي أصبح لاعب بيقدر لعب مباراة نهائية ويوريك شخصية قوية كل السفقات أصبحت مفيدة لتشلسي شو معناها؟ تخيل أعطى أبراموفيتش مش بس دول أبطال ومش بس فلوس دول أبطال أعطى ربع مليار يورو لاعبين أصبحوا مفيدين بعد ما كانوا يعانوا قبل ذلك وين بدي أوصل معكم؟ بدي أوصل للأتي رومان أبراموفيتش من أول ما جاء لتشلسي معياره وعلاقته مع المدربين قائم عشيء واحد الأنقم لو إنك عبقر زمانك وما جيبت لقب موسم واحد حطردك يعني لو كان عنده جوارديولا كان حيطرده على الأغلب في الموسم الأول هيك كانت طريقة تفكيره لكن أعتقد هو لحظ الآن شيء آخر اللاعب العادي ضمن فلسفة ممتازة ضمن تكتيك تفصيلي فيه تفصيل فيه معلومات فيه كل اللي بيعملوا تخير ممكن يصير لعب سوبر ممكن يجيب لك دور الأبطال مع التأكيد على إنهم أداء كويس مش زي أداء تيماتي اللي جاب دور الأبطال أبدا أداء ممتاز أداء شخصية أداء واحد لواحد مواجهة ند لند مع جميع الخصوم هنا ربما يفكر فيها إنه أنا جربت كل الأفكار وظلت أبدل وبعنه تمدير المدربين الضبطة معها بطريقة مش طبعية يعني ما شاء الله عنه لكن ربما يوقف فيها ويقول إجا الوقت إني أبني فلسفة لتشيلسي أبني اسلوب لعب ثابت لتشيلسي أخلي الناس لما تشوف لعب بتوتنهام أو لعب بدورتموند أو لعب بشالكة يقولوا لا هذا اللاعب بيركب مع تشيلسي بيركب مع اسلوب تشيلسي ما يظل في هذا التنوع والتدوير لأنه هذا التنوع والتدوير بيطلع لك صفقات فاشلة بيخسرك لعبين مواهب أنت ما كنت عارف وحيكونوا منسجبين معك فربما تخيل يدي دريقني عبراموفيتش لأول مرة أنه آمن بفلسفة كورت القدم كأساس للمشاريع المستقبلية اعمل فلسفة اعمل شخصية عشان تعرف مين مديلي ما تطردني أنا كتخيل وتروح تجيب مدرب بيختلف عني تماما لا أجيب واحد يشبهني عشان اللاعبين حيصيروا يشبهوني ومع هيك بظل لك تبني بالتدريج كتير فرق تبنت هذه الفلسفة واستمرت فهل تخيل يكون المدرب اللي يقول لأبراموفيتش مش كل شي كؤوس مش كل شي ألقاب انت عملت كتير حققت كتير ابني للمستقبل شيء مختلف حيفيدك منديا حيفيدك في أوقات كثيرة رياضيا خلينا نشوف شو رح يصير